بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم وما زلنا نكتشف وننظر في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ونقف على أخلاقه وعلى أعماله وعلى تصرفاته صلى الله عليه وآله وسلم والغرض من ذلك اقتفاء أثره واتباع هديه وسلوك سنته يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من خلق من الأخلاق إلا كان أحق به وأهله ولذلك ضربت عليه الأخلاق والآداب والقيم بجدرانها الأربع كيف لا وقد رباه الله جل وعلا وزكاه قال جل وعلا مزكيا نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وفي هذا اللقاء سأتحدث عن خلق التواضع في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس تواضعا مع أبهة الرسالة وعظمة المنزلة ومع هذا الحال الذي عليه وهو أشرف الخلق ومع ذلك كان متواضعا صلى الله عليه وآله وسلم مع القريب ومع البعيد ومع العدو ومع الصديق ومع الأعراب ومع الحضر ومع الناس جميعا مع الناس جميعا صلى الله عليه وآله وسلم ومن صور تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يركب الحمار صلى الله عليه وآله وسلم فلم تمنعه عظمة النبوة ولا أبهة الرسالة ولا علو المنزلة ما منعته من أن يتواضع صلوات ربي وسلامه ويتواضع وركب الحمار وكان إذا مر بالصبيان كان يسلم عليهم صلى الله عليه وآله وسلم وما كان يستنكف من إلقاء السلام عليهم بل ربما حمل بعضهم معه على دابته كان يضع بعضهم أمامه وبعضهم خلفه صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة من دعاه حتى ولو كان عبدا مملوكا أو فقيرا معدما أو كانت امرأة أيضا فلقد أجاب دعوة جدة أنس بن مالك وحينما أتوا له بحصير قد اسود من طول ما لبس أي من طول ما استعمل صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام قاموا فرشوه بالماء ثم صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم زار النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمر في بيته فطرح له وسادة فأبأ يجلس عليه وجلس على الأرض وهذا من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل لا يأكل متكئا كفعل الجبابرة وإنما كان يجلس على الأرض جلسة لا يتكئ فيها صلى الله عليه وآله وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته تواضع لأهله وكان يقوم على خدمة أهله كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها حينما سألها الناس عن حال النبي عليه الصلاة والسلام في بيته عن حال هذه الشخصية العظيمة التي أشرف وأفضل من خلق الله جل وعلا قالت عائشة رضي الله عنها كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويخصف نعله ويرقع الدلوه ويحلب شاته فإذا أذن المؤذن خرج صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشفاعة ويدعو لها فإذا طلبه أحد أن يشفع له شفع صلى الله عليه وسلم فهذا زوجه بريرة مغيث حينما عتقت بريرة أو عتقت بريرة طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن تقبل به زوجا لأن العتق هذا أصبح سبب من أسباب ترك بريرة لزوجها فقام النبي عليه الصلاة والسلام وشفع لمغيث عند بريرة فقالت له يا رسول الله أتأمرني يعني أمر لأنه ستنفذ هذا الأمر فقال لا إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي به وكان عليه الصلاة والسلام يصلح بين الناس يصلح بين اثنين ويصلح بين قبيلتين ويصلح بين أمتين كان عليه الصلاة والسلام يتواضع وما كان يأنف من أن يذهب للصلح صلى الله عليه وسلم مع ثقة للمسؤولية ومع كثرة المهام التي يقوم بها صلوات ربي وسلامه عليه كان عليه الصلاة والسلام يمشي مع الأرملة ومع المسكين يشفع لهم ويساعدهم ويعينهم ويقضي حوائجهم صلوات ربي وسلامه عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعود المرضى ويتبع الجنائز صلوات ربي وسلامه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذا الأمر فإذا سمع بمريض من أصحابه إذا سمع بمريض من أصحابه زاره وعاده وإذا مات أحد من أصحابه تبع جنازته صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبتغي ويطلب شيئا مفقودا من الطعام أو الشراب أو اللباس أو غير ذلك من الأمور الدنيوية وما يترك شيئا موجودا فإذا وجده تلبس به أو استعمله أكلا أو شربا أو لباسا وإذا فقده ما سعى في طلبه وما أقام الدنيا ولم يقعدها لأجل فقده أبدا كان إذا أصبح يسأل هل عندكم طعام فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا قال إني صائم كان ينام على السرير وينام على الحصير وكان يركب الحمار والجمل ويركب البعير كان عليه الصلاة والسلام متواضعا في كل شيء في لباسه في كلامه في مشيته في أكله في شربه في أموره كلها صلوات ربي وسلامه عليه وضد هذا التواضع الكبر الذي حرمه الله عز وجل وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك المسلم مطالب أن يقتفي وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن التواضع من مكارم الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين والمعنى بأن المؤمن يتواضع لإخوانه يتواضع ويبتعد عن الكبر والخيلة والعجب والغرور هذا كله مما حرمه الله يقول جل وعلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصل في مشرك واغضل من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أهل الجنة ثلاثة وذكر منهم رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرب ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المتواضعين سيرفعهم الله عز وجل من تواضع لله عز وجل ومن تواضع لخلق الله فسيرفعه الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ولذلك من المهم جدا أن نقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أموره وما ذكرته إنما هي نقطة في بحر تواضعه وغيظ من فيض من كرم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتبعين وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين إنه خير مسؤول صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد ترجمة نانسي قنقر